السلام عليكم أعزائي الطلبة موضوعنا اليوم هو أنواع التطبيق أنواع التطبيق التطبيق ثلاث أنواع هو التطبيق الشامل والتطبيق المتباين والتطبيق تقابل قبل أن ندخل في موضوع أنواع التطبيق لازم نتذكر آن وياكم موضوعنا السابق اللي هو كان التطبيق عرفنا التطبيق شو كنت نقول تطبيق عرفنا شنه المجال شنه المجال المقابل وشنه المدى وأيضا عرفنا قاعدة الاغتران اللي هي راح تكون مهمة بدرسنا لليوم نبدي آنواياكم بأنواع التطبيق موضوع أنواع التطبيق طبعا موضوع مهم جدا موضوع حلو أو سهل راح نفناوله بحلقتنا اليوم آنواياكم أول أنواع التطبيق هو التطبيق الشامل التطبيق الشامل يكون فيه المدى يساوي المجال المقابل عرفنا مفهوم المدى بأن المدى هو مجموعة جزئية من المجال المقابل أو بأنه هو مخرجات قاعدة الاغتران هو مخرجات قاعدة الاغتران من المدى يكون يساوي المجال المقابل تكون التطبيق يكون شامل سهل أستاذ أكوف الشيء أسهل؟ إيه نعم أكوف الشيء أسهل شنه الأسهل؟ كل عناصر المجال المقابل ترتبط خلي نسميه بعد مفهوم أسهل نقول هذا التطبيق الشامل إنسان كريم خلي نشبه بالإنسان نقول إنسان كريم شون سار؟ كل عناصر اللي بالمجال راه ترتبط بعناصر ما يرضى واحد ما يرتبط به لازم يكون ترابط عدي بين أي و بين بي اللي هي تمثل المجال والمجال المقابل خلي نشوفها بالمثال الأول المثال الأول يقول إذا كانت اي اللي هي المجال اي هنا هي المجال واحد ثلاثة أربعة وبي هي المجال المقابل اللي هي واحد أربعة تسعة ستعش هنا بي هي المجال المقابل عندي مجال عندي مجال مقابل إيش أحتاج بعض حتى أوضح السؤال وإن الدال لأف من أي إلى بي هنا حدد لياه المجال وياه المجال المقابل أف من أي إلى بي أف من أكس إلى واي جي من أكس إلى واي هنا هذا قلنا نقدم أف بي صير جي صير أكس أي شيء حيث إن أف للأكس يساوي أكس تربيع هاي هنا المهمة اللي هي سميناها بالدرس السابق سميناها قاعدة الاقتران هاي قاعدة الاقتران اللي هي المفصل مالتنا هي الدستور مالتنا القانون مالتنا اللي راح نمشى عليه بين هل إن التطبيق شامل هاي سيخت السؤال بين هل إن التطبيق شامل حتى أجي آن وياكم نحل هذا السؤال شا أحتاج أحتاج إلى مجال وأحتاج إلى مجال مقابل وأيضا أحتاج إلى قاعدة الاقتران أول ما أجي للحل أجي أكتب المجال اللي هو A يساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة أجي تحت أكتب قاعدة الاقتران اللي هي F للأكس يساوي X تربية أجي هنا عناصر المجال أدخلها بقاعدة الاقتران أي أعوض عن كل X بأحد عناصر المجال نجي آن وياكم عناصر عناصر نجي ناخذ الواحد F للواحد يساوي واحد تربيع وبالتالي يساوي واحد 6 F للاثنين يساوي ثلاثة تربيع ويساوي أربعة F للثلاثة يساوي ثلاثة تربيع وبالتالي يساوي 9 F للأربعة يساوي أربعة تربيع ويساوي 16 هذه العناصر اللي طلعت لهنا أطلقنا عليها بالدرس السابق اسم المدى هسا عندي طريقتين للحل أو طريقتين حتى أتبين أنه هو شامل لا لا شنو أستاذ هالطريقتين هالطريقتين أجي أشوف B اللي هي يتمثل للمجال المقابل نفس عناصرها طلعان كل عناصرها طلعان إيه أستاذ الواحد موجود B موجود هنا طلع بالمدى الأربعة موجودة B طلعت هنا 9 موجودة وال16 موجودة هاي طريقة قلت إذن التطبيق شامل ليش لأن المدى يساوي المجال المقابل أكو طريقة ثانية أسهل أجي أرجع أخذنا مخطط سهمي بالدرس السابق أخذنا مخطط سهمي أجي أسوي مخطط سهمي هاي A وهاي B هاي عناصر A 1 2 3 4 وعناصر B اللي هي 1 4 9 16 تدخلتم هنا هسا تشوف الارتباط مالتهم الواحد ارتبطويا الواحد الاثنين ارتبطويا الاربعة والثلاثة ارتبطويا التسعة والاربعة ارتبطويا الستاشة بس نجد نشوف كل عناصر المجال المقابل مرتبطة اذن في كل سهولة اقدر اقول له اذن التطبيق شامل زي قلت كل سبب لأن المدى يساوي المجال المقابل هاي السهولة نقدر نعرف التطبيق شامل او لا متى ما يكون التطبيق شامل عندما عدي عنصر بالمجال المقابل ما مرتبط بعنصر بالمجال نجي عن النوعية الثانية من انواع التطبيق اللي هو التطبيق المتباين التطبيق المتباين واي من الطلابي خطؤون بيه استاذ شوية صعوب تعريفة بالكتاب لكل اكس واي وجد اكس واي انت وياي هنا راح نعرف انا وياك بكل سهولة الشون التطبيق المتباين يكون فيه جميع الصور مختلفة شباب هنا طلع عن هنا اش طلع طلع عناصر المدى اللي هي نسميها نواتج هنا أنا نسميها صور او ناتج هنا صورة الواحد يساوي واحد صورة التنية تساوي اربعة هنا أنا نسميها صور يقول التطبيق المتباين يكون جميع الصور فيه مختلفة يعني النواتج ما يصير تتكرر الناتج هنا ما يصير يتكرر ما يصير الواحد يرتبط ويا الواحد يرتبط ويا الاربعة مثلا يعني من ما يصير عدة تكرار بالنواتج اقول هذا التطبيق متباين وانا مطمئن او اي النواتج مختلفة هسا خليش نشوف المثال انا يقول اذا كانت F من Z للZ حيث ان F للX هي 2X تربيع ناقص 3 بين هل ان التطبيق شامل متباين حيث Z هي مجموعة الاعداد الصحيحة شوي شوي هنا اطلعت اي وبي وعرف تقدر طلع شامل ومتباين هنا ما عدي هنا عدي F هاي تطبيق من Z للZ هاي مجال وهاي مجال مقابل وعدي قاعدة اقتران اللي هي F للX يساوي 2X تربيع ناقص 3 استاذ هنا مين اجيب اي وبي اول شي احنا ماخذين بداية المنهج بداية ثالث متوسط او بالثان ومتوسط ماخذ Z هي تعبر عن الاعداد الصحيحة شو نقصد بالاعداد الصحيحة الاعداد السالبة والصفر والاعداد الموجبة عرفنا Z عرفنا مفهومها اجي هنا بين هل ان التطبيق شامل متباين حيزيت مجموعة الاعداد الصحيح اول شي انا لازم اش ادي لازم ادي اي اللي هي المجال او Z اللي هي المجال هنا Z هناش راح اعبر عنها Z راح تساويني شوفوا شباب اترك نقاط بالبداية اخذ ثلاث عناصر من Z احنا اش قلنا Z قلنا الاعداد السالبة والصفر والموجبة اش اجي ااخذ ااخذ السالب واحد والصفر والموجب واحد وايضا اترك نقاط ليش استاذ هاي النقاط هنا حتى يعرف المصحح او يعرف المدرس مالتي انه اكو عناصر قبل السالب واحد واكو عناصر وراء الموجب واحد اكو سالب اثنين اكو سالب ثلاثة اكو سالب اربعة وايضا اكو واحد واثنين وثلاثة واربعة فصارت هاي هي Z هي المجال شو كنت استخدم هذا المجال من يقول لي F من Z للZ او يطيلي Z الى اي مجموعة اجهنا ادخل قاعدة الاقتران او انزل قاعدة الاقتران F للX يساوي اثنين اكس تربيع ناقص ثلاثة اجهنا ادخل عناصر Z اللي اخدته هنا ايضا ابدأ بنقاط اخلي نقاط حتى يعرف المصحاح النواني اكو عناصر قبل السالب واحد والنوب ابدأ بالسالب واحد اجه F للسالب واحد يساوي اثنين في سالب واحد تربيع ناقص ثلاثة اجه اطلع ناتجها سالب واحد تربيع احنا نعرف ان التربيع راح يشير السالب فواحد في واحد هي واحد اثنين في واحد اثنين اثنين ناقص ثلاثة هي سالب واحد F للصفر يساوي اثنين في صفر تربيع ناقص ثلاثة اي عدد في الصفر هو نتيجته صفر اذن الناتج عفوا هو سالب ثلاثة F للواحد يساوي اثنين في واحد تربيع ناقص ثلاثة ويساوي اثنين في واحد هي اثنين ناقص ثلاثة هي ناقص واحد استاذ 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 اراثنا زت اللي هي المجال زين شنه المجال المقابل المجال المقابل نفس العناصر المجال المقابل نفس العناصر زين خلنجي نختبر استاذ انوياكم خلنجي نسوي مخطط سهم حتى صير علينا اسهل هذا المخطط سهم مالتنا اخذنا عناصر سالب واحد صفر واحد وايضا مستمرة هاي المجموعة عناصر المجال خلنجي نبدأ بيها من الثلاثة رح نبدأ بيها سالب ثلاثة سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين ثلاثة وايضا مستمرة لان هي زت هاي زت وهاي زت مستمرة نجي هنسوي مخطط سهمان وياكم بكل سهولة بدون هسا ما لدي أعرف لا سالب عفل لا تطبيق شامل ولا تطبيق متباين نجي نسوي بكل سهولة سالب واحد راح للسالب واحد اوكي الصفر راح للسالب ثلاثة الواحد راح للسالب واحد ايضا شباب هذا شامل نقدر نقول علي شامل نقدر نقول علي كريم هذا اطعم كل هذول او او كل هذول اخذ كل هاي العناصر شنو تعرف التطبيق الشامل مدى يساوي مجال مقابل هذا المدى عندي ساوي المجال المقابل بالتأكيد اي طالب يتباوى للمخطط السهمي راح يقول لا استرد هذا التطبيق غير هذا التطبيق غير شامل ليش لان المدى لا يساوي المجال المقابل هذا التطبيق متباين خلنا جي نشوف عندي قلنا المتباين قلنا المتباين شنو يكون فيه جميع الصور مختلفة جميع الصور مختلفة شباب اقصد بالصور اقصد هاي اللي هي عناصر المدى عناصر المدى مختلفة لو متشابهة لا استرد هاي سالب واحد مدخلها سالب واحد وطرع السالب واحد وايضا من دخلت الواحد ايضا طرع لسالب واحد اذن عناصر المدى او الصور ليست مختلفة او سهولة اكثر عليك حتى مد خويات من يطلع لك عنصرين هنا متكررات بالنواتج قبل تقول لتطبيق غير متباين قبل تقول لتطبيق غير متباين اذن متباين لهنا عرفنا التطبيق الشامل عرفنا التطبيق المتباين ننتقل للنوع الثالث من انواع التطبيق اللي هو التطبيق تقابل شو كنت يكون التطبيق تقابل هذا اسهل انواع التطبيق وهو ما يعتمد على نفسه اصلا يعتمد على التطبيق الشامل ويعتمد على التطبيق المتباين الشون التطبيق تقابل يقول اذا كان التطبيق شامل ومتباين فهو تقابل يعني التطبيق التقابل هو تحصيل حاصل شون استاذ تحصيل حاصل كان تطبيق شامل ومتباين أقول عليه تقابل التطبيق شامل وغير متباين أي واحد من الشروط انكسر بي أقول غير تقابل خلني جي شوف آن وياكم مثال رقم 3 أقول إذا كانت F من ال N لل N حيث أن F لل X اللي هي قاعدة الاختران ثلاثة X زادنا ثنيا بيّن هل إن التطبيق تقابل هاي صيغة من صيغة للأسئلة صيغة الثانية أو يقول لي بيّن نوع التطبيق شباب من يقول لي بيّن نوع التطبيق يعني أحتاج ثلاث أنواع للتطبيق من يقول لي بيّن نوع التطبيق يقصد أن ثلاث أنواع لهو شامل متباين وتقابل وتقابل مو تجي تختبر لي نوع واحد وبقت لي هذا نوع التطبيق لا تختبرهم ثلاثتهم شامل متباين وتقابل مثال ثلاثة شي يقول يقول إذا كانت F من ال N لل N شباب ال N نعرفها هي مجموعة لعداد الطبيعية اللي تبدي 1-2-3 بالمنهج الجديد طبعا 1-2-3-4 ومستمرة فال N نعرفها هي 1-2-3 ومجموعة مستمرة أيضا ثلاث عناصر أخذ منها يكفي N هي مجال و N هي مجال مقابل أجي نفس ما اختبرنا بالمثال الأول بالمثال رقم اثنين أجي أختبر هذا هل هو تطبيق شامل أولا نوضع أختبره هل هو تطبيق متباين بعدين أختبره هل هو تطبيق تقابل نجي آنوا معكم N نزلتها أجي أخذ ال F اللي هي F لل X يساوي 3X زائد 2 أجي أدخل عناصر N بالF F للواحد يساوي 3X1 زائد الثنين ويساوي 3X1 هي 3 زائد الثنين 5 F للاثنين يساوي 3X2 زائد الثنين 3X2 هي 6 زائد الثنين يساوي 8 F للثلاثة يساوي 3X3 زائد الثنين ويساوي 3X3 هي 9 زائد الثنين يساوي 11 أستاذ أسهل طريقة حتى مندوخ أسهل طريقة تستخدمها استخدموا مخطط السهمي استخدموا مخطط السهمي وأخلص من الدوخة كلها أول شي تجي شوفها نتائج بها تكرار طلعت عدي طبعا هاي مجموعة مستمرة نتائج بها تكرار لا هكو يقدر يطلع عدي تكرار مثلا لو أخذت F للأربعة ممكن أنه يطلع للخمسة لا مستحيل لو أخذت F للستة يقدر يطلع لثمانية لا مستحيل ليش لأن مجموعة مستمرة ودعو نشوف نتائج مالتنا ده تصعد خمسة ثمانية دعش ده تصعد يعني فمستحيل تتكرار أجي أسهل مخطط السهمي هاي أن وهاي أن هنا المدخلات مالتي واحد اثنين ثلاثة هنا المدخلات المخرجات مالتي أو المجال المقابل اللي هو أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر وأنا أخذت ومستمرة هي المجموعة راح نجي نشوف الواحد ويا من ارتبط الواحد ارتبط ويا الخمسة الاثنين ويا من ارتبطت الاثنين ارتبطت ويا الثمانية الاثلاثة ارتبطت ويا الهدعش هذا تطبيق شامل مدى يساوي لمجال مقابل مستحيل مدى يساوي لمجال مقابل اذن اول شيء يقول لها اذن التطبيق غير شامل واذكر له سبب لأن المدى لا يساوي المجال المقابل تطبيق متباين لولا خمسة ثمانية دعش مستحيل يتكرر اذن هو شبيه متباين نتائج مختلفة صور مختلفة اذن هو شبيه متباين اذن التطبيق متباين نجي صاحبنا هذا الثالث اللي قلنا هو تحصيل حاصل لهذولي قلنا اذا التطبيق شامل ومتباين نقول عليه تقابل هزا هذا التطبيق غير شامل ولكن متباين نقدر نقول عليه تقابل لا بالتأكيد ما نقدر اذن التطبيق غير تقابل التطبيق غير تقافل أنا وياكم اليوم أخذنا أنواع التطبيق أخذنا أول نوعية اللي هو التطبيق الشامل وقلنا به المدى يساوي المجال المقابل أخذنا مثال عليه قلنا أبسط طريقة للحل أنه أنزل عناصر المجال عناصر المجال قد ما ينطنيها بصورة صريحة بالسؤال شفنا مثال رقم اثنين ومثال رقم ثلاثة مرة طانية هزدت وعودت عنها بهاي المجموعة ومرأة طانية هن وعودت عنها بهاي المجموعة قلنا التطبيق الشامل هو المدى يساوي المجال المقابل خلاص انتقلنا للمجال أو للتطبيق المتباين اللي هو النوعية الثانية من أنواع التطبيق عفوا قلنا به النتائج لازم مختلفة يعني الصور اللي تطلع لمختلفة وشفنا هنا تطبيق كان غير متباين أخذنا النوعية الثالثة اللي هي تقابل وأيضا عرفنا شكتي يكونوا التطبيق تقابل قلنا مني يصير هو شامل ومتباين هنا أنا وياكم مصنن نهاية درسنا اليوم نلتقي إن شاء الله بدرس آخر شكرا جزيلا